أعلنت وزارة الصحة والسكان مغادرة جميع مصاب حدث تصادم قطاري الزقازيق من المستشفيات بعد تتلقهم الخدمات الطبية اللازمة واستقرار حالتهم الصحية وذلك باستثناء ثمانية مصابين ما زالوا تحت الملاحظة بالمستشفى الجامعي ومستشفى الأحرار وأوضحت الوزارة في بيان أن المصابين الثمانية يخضعون لمتابعة طبية مستمرة ومن المتوقع خروج بعضهم من المستشفيات خلال الساعات القادمة لافتة إلى وفاة مصاب بالأمس داخل المستشفى وكان خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قد تابع تداعيات الحادث وأعمال نقل وإصعاف المصابين وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى المستشفيات والاتمئنان على الحالة الصحية للمصابين اشتركوا في القناة